عندي كيلو بطاطس مسلوقة ومهروسة ويفضل ان كنتي تسلقيها بقشرها علشان ما تمتصش مية وتفك من كنتي بتشتغلي بيها تمام؟ معلقتين بقدونس مفروم معلقة صغيرة من الصلصة كباية بقصومات مطحون وكباية جبنة موزاريلا بيضة وكباية بقصومات هنغطي بيها ومعلقة صغيرة من البابركة وملح وفلفل اسود طريقة سهلة مقدير بسيطة خالص مش لازم موزاريلا ممكن تحطي شيدر ممكن تحطي جبنة رومي المتوفر عندك في التلاجة بس لو هتحطي جبنة فيها ملح يبقى نقلل شوية الملح اللي بنضيفه تمام؟ تمام؟ قادي البطاطس بتاعتنا اتفقنا ان هي مسلوقة بقشرها علشان ما تشربش مية البطاطس لما منقشرها ونحطها في المية وتتسلق فبتبتدي تمتص مية نيجي نعمل بها اي وصفة فراخ بتتحمر بطاطس بتتحمر او كده فتلاقيها فكت منك في الزيت وبازت منك فيفضل ان هي تتسلق بقشرها وبعدين نقشرها ونحط بقى بقى المكونات يلا بقى هنحط البقصومات والبقدونس تمام؟ تمام؟ ومعلقة صلصة صغيرة وبيضة وادي البابركة وهنحط ملح وفلفل تمام؟ وبعدين عندنا الجبن المكونات بتاعتنا كلها مع بعض وهنعجنها كويس جدا وزي ما اتفقنا نعجن كويس عشان كل المكونات تمتازج مع بعض موسيقى 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 زي ما اتفقنا في الاول التواصل لازم تكون سخنة موسيقى 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 شكرا